اشتركوا في القناة وكيف ولماذا نسجد للسهو السهو أيها الأخوة والأخوات سببه ثلاث أمور إما زيادة وإما نقصان وإما شك إذا زدت شيئا في الصلاة لابد أن تسجد للسهو إذا نقصت شيئا في الصلاة لابد أن تسجد للسهو إذا حصل شك لابد أن تسجد للسهو فهذه هي أسباب أو أنواع سجود السهو واحد صلى صلاة العصر ثم في الركعة الرابعة قام إلى الركعة الخامسة ثم تذكر نقول اجلس لأنك زد في الصلاة وعليك أن تسجد سجدتي السهو واحد صلى ثلاث ركعة تسلم تذكر أنه صلى ثلاث نقص في الصلاة يجب عليك أن تقوم وتكمل هذه الركعة الرابعة وتسجد سجدتي السهو واحد شك الآن أنا بالثالثة أو بالرابعة بالثالثة أو بالرابعة يبني على ما استيقن وهو الأقل خلاص يخليها ثالثة ويزيد رابعة حصل شك وعليه سجدتي السهو إذن السهو يكون عند الزيادة ويكون عند النقصان ويكون عند الشك والنبي صلى الله عليه وسلم فشر سهى صلى ذات يوم صلاة إحدى صلاتي العشي يعني ظهره العصر ركعتين ثم سلم ثم جلس فجاءه ذو اليدين فقال يا رسول الله قصر الصفات أم نسيت قال لما أقصر ولي ما أنسى فجاءه رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أحق ما يقول ذو اليدين قالوا نعم فقام النبي صلى الله عليه وسلم فعل ركعتين ثم سجد للسهو ومر رسل النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم ينقل بعد السلام ومنهم من يفرق وهذا أحسن وأقرب إذا كان عن نقص إذا نقصت في الصلاة اسجد للسهو قبل السلام سجدتين إذا كان عن زيادة اسجد للسهو بعد السلام وإذا كان عن شك مثل حكم النقص قبل السلام إذن إذا كان عن شك أو نقص قبل السلام تسجد سجدتين السهو ثم تسلم وإذا كان عن زيادة زد شيء في الصلاة تسلم ثم تسجد الساو ثم تسلم لا بد تختم الصلاة بالتسليم إذن قبل للنقص أو الشك بعد للزيادة كيف سجدت الساو سجدت الساو إثنتان سجد عادي تسجد سبحان ربية الأعلى ثم تقول الله أكبر تجد بين السجدتين رب يغفر لي رب يغفر لي ثم تسجد سبحان ربية الأعلى سجدتين الساو سجدتين عاديتين كأي سجود وذكر السجود هذا الآن ما يتعلق بأنواع سجود الساو إما للزيادة وإما للنقص وإما للشك التشاهد الأول له حكم خاص النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نسي أحدكم التشاهد الأول فإن استتم قائما فلا يرجع لا يجلس وإن لم يستتم قائما فليجلس هذا الحكم في التشاهد الأول واحد الآن في التشاهد الأول نسيه قام ما زال الآن بين القيام والجلوس نقول لا يجلس واحد قام واستتم قائما نقول لا تجلس حسما وفي كلتا حالتين لابد أن تسجد سجود الساو سواء استتم قائما أو لم يستتم قائما إذا استتم قائما لا يرجع لا يجلس إذا لم يستتم قائما يعني بين القيام والجلوس يجلس وفي كلتا الحالتين لابد أن يسجد سجود الساو هذه الأنواع وسجون السهو والله الحمد يعني أحكامه إذا أخذناها بهذه البساطة والتيسير نرتاح بأمور كثيرة فيقول الآن إن نقصت أو شككت فاسجد للسهو قبل السلام سجدتين إذا زدت شيئا في الصراك فاسجد للسهو بعد السلام ثم سلب إذا تركت ركنا عمدا بطلة صلاتك إذا تركت ركنا سهوا إن تذكرت في نفس الركعة أرجع له ثم أكمل صلاتك وسجد للسهو إذا تذكرته بعد هذه الركعة ألغي الركعة السابقة وابدأ بركعة جديدة أولى وسجد للسهو إذا تركت واجبا عمدا بطلة الصلاة إذا تركت واجبا سهوا عليك أن تسجد للسهو متى تسجد للسهو تشير في الشك والنقص قبل السلام وفي الزيادة بعد السلام إذا حصل خطأ في الصلاة ينبغي أن تسبح تقول سبحان الله في الجماعة وأما المرأة فتصفق هكذا وأما الرجل فيقول سبحان الله ينبه نقطة أخيرة ينبغي للإمام إذا سهى أن يسجد قبل السلام مطلقا ما نفصل قبل وبعد ليش حتى ما يحصل تشويش على المصلين المسبوقين لأنه ممكن يسلم الإمام هذا يقوم الله أكبر ثم الإمام يسجد للسهو يتورط الناس يجهلون الأحكام والحمد لله الأمر في ساعة فالنبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل سجد بعد سواء في الزيادة أو النقص والأحاديث كلها بمجموعها تدل على أن الأمر في ساعة سواء قبل السلام أو بعد السلام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوزغني ورياكم العلم النافع والعمل الصالح أنه سميع المجيب والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر